سباح الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من spot on وين ما كنتوا عم بتتابعونا عبر صوت كل لبنان Radio Tomorrow Australia وحتى على اليوتيوب الشانل الخاصة فيه فيكم تجعوا تحضروا هايدي الحلقة صوت وصورة ضيفتي لليوم مش معودة ان هي تنسأل لهيك يمكن مستصعب موضوع المقابلة ولكن اليوم رح جربه وسمع بعدة مواضيع إن كان عن المرأة عن حياتها الشخصية أو حتى عن المهنة يلي هي مكرسة حياتها لقلة بين لبنان والبلدان العربية والخارج كمان قدري تتطور نفسها وتكون علامة فارقة من ريبورتر لمزيعة أخبار ومحاورة رح نغوص معها بعدة مواضيع رانين بوخزام صباح الخير صباح النور كيفك منيحة ماشا الحال ايه لقى صعبة قصة انه تقعد بالميل اللي حدا عم يسألك يعني بتعرف قدي انا بهرب من مقابلات بس انت ما بسترجع لك لا ليه بتهرب من المقابلات هيك لانه بستاصعي بفكرة حدا يسألني لانه خلص يعني من انا وعمري 21 سنة معودي على نمط انا دايما عندي السؤال دايما عندي السؤال قليلا حتى يكون عندي الجواب يعني مش قصيت انه بتخافي يسألك قصص وانت ما يكون عباليك تجاوبي عليا اوزو معبالي جاوب ما بجاوب يعني ما حدا في يجبرك عشي بالنهاية بس انه بس انه اه هي فكرة انك تكون بالميل اللي حدا عم يسألك فيها فيه قصص معباليك تجاوبي عليا اليوم اوها انا نشوف شو بدك تسألني شو مخبة خلينا نفوت معك اول شي عنك انت عن حياتك انت خبرين انت مورنيك بورسون ولا الاخبار وجو التلفزيون هو جبارك تكون شخص يمكن بيوعى باوقات بكير كمال الشغل هو الشغل اكيد بيفرض عليك ظروفه بس براببالي اللي حاملني مورنيك بورسون اكتر هو ابني صرت مورنيك بورسون على ساعة خمسة الصباح ساعة خمسة ونص الصباح بدك توعى فل اون انرجي عم بتطعمي وتلعب وهيذا بس انه انا لأ من الاساس كنت اذا بوعى بكير بيكون عندي انرجي كل نهار لأ مش معناته انه ما بحب نام يعني ما في حد ما في انسان بالدني لالي يمكن العالم ما بتحب تنام اللي بيشوفك قديش بتهتمي بابنك وقديش عنديك شغل بيصير يقول انه كيف بتلحق رانيم يعني اول شي معظم وقتك بيكون بالشغل وبلاس عندك كتير سفر يعني يمكن اذا بدون يفوتوا اكتر موزيع بتسافر على جنسبوك بالوطن العربي تنقول بتطع رانيم رانيم بوخزام ليش؟ لك انا بحب السفر يعني انا حدا ما عندي اي مشكل انه قبل بساعتين تقلي ضبي شنطة انت طايرة على المطرح فلان فلانة بحس اصلا صرت محضرة شنطة في فترة في فترة لانه كتسافر كل جمعة كل جمعة كل جمعة كان عندي شنطة دايما تكون جاهزة بس بينقصها هيك القصص اللي بتغيرها يعني بتشيلها بتحطها بتعوزها ميك أب وخبار انه القصص اللي مضطر تشيلها من الشنطة فكان دايما عندي شنطة جاهزة وكانت كتير تصير انه بكرة مسافرة او اليوم عاشية مسافرة او بعد الظهر مسافرة فأنا عن جد كتير بحب السفر كتير كتير يعني اكيد مع بيبي بتصير لا بتدوزن الامور اكتر انه ما فيه بعد ساعتين سافر لانه في حدا بده يهتم فيه يعني بالقليل طالعوا لعند موما لحتى لحتى يكون في حدا مهتم فيه بس انه جربت قدمة فيه ما خلي the fact انه انا صرت ام يوقف بيضرب شغلي وat the same time كمان شغلي ما يوقف بيضرب انه انا صرت ام يعني عم جاري قطع حالة بين الاثنين لانه ما بدي يكون الام الغايبة من حياة ولده لانه يمكن احلى شيء بالدني قطعت بهذه الفترة لم تحالك هيك بفترة معينة لان خاصة انه انت ابنك صغير بمطرح معين وبها الفترة كتير يعني كان عندك شغل هلأ في الفترة اللي بيكون فيها بعضه مش واعي ومش كتير هم ومين عم يهتم فيه مهم في حدا عم يهتم فيه يعني هي سئبت فترة السفر الكتير اكيد انا مش تقلو وبتصير يدفلوب على عكس كل اللي بتسمع أو أتليست انا يعني هذي كتير وكتير خاصة انه في عالم بتقلك انا خلق البيبي وخلقت كلها العاطفة معه اكيد بتخلق عاطفة بس عاطفتك بتكبر بس تعيش معه بس يتحكلك يعني العشرة كمان مع الام بتفرو تأثرة هيدا شي بأي معنى يعني كان فيه وقت تقولي انه لا لازم تكون مع ابني انا هيدا الوقت لازم اعطي على راس السنة هيك يعني لانه اوكي اول راس السنة كان هو معي اخدته سفرته تاني راس السنة لا كان هو بلبنان فانه هيك بس انه اخرت النهار بس تأرجع على لبنان عم بعطيه كل الوقت يعني انا وحده تليفاني ما بيكون حدي لانه مضيقلته بالتليفان بدي اعطيه حقه it's not about how many hours you spend with him يعني فيك تقضي 24 ساعة معه للبيبي وما تكون عم تعطيشي مهم الساعة اللي عم تعطيها تكون عمجاد واكيد انه كمان مش تكون عم تعطيه ساعة او نص ساعة فبجارب قدمة فيه ويلي هي معضلة حيالله ام بحيالله وظيفة ربيع ربيع حياتي طالع هو دم الدرس بكل الخبرية هو بيدفع التمن الاكبر يعني بس he supportive وهيدا اللي مليح فيه يعني لو ما عندي partner عن جد بيدعم كنت بعتقد فرطت من زمان كتير هلأ مثلا يوم هو قاعد ناطر رافي وعم بيلعب ويتسلى ويهتم فيه وعم بيسب الله عم بيسب الله لا كتير بيحب يقضي وقت معه which is good يعني هو باي ما انه هيدا الباي اللي اوكي انا بس باي وبيهتم بالعائلة بأمن لها البداية لا هو باي كتير engaged بيحفد بينيم بيحمم بيطعم بيلبس بيعمل كل شي يعني بحسي كعملت له دورة قبل الزواج لتتأكد نحن عملنا دورة لبعض actually لأنه نعم نتعلم فيه لرافيا اخترت تيرابية لأنه هو supportive لإليك أو بيدعم شغلك وهيك يعني كان هيدا شيء أساسي بالعلاقة أساسي أكيد منه هو الشيء الوحيد بس هيك هاي خبرية يمكن بقولها لأول مرة وحتى لإله مش من زمان خبرته إياها لربيع أول ما بلشنا بدنا نتعرف على بعض وكانش كتير غريب طريقة هيك اللي تعرفنا فيها على بعض من حشريتي فتت على التويتر تابعه لأنه he's active on Twitter منه جامعة انستغرام وخبار فبلاقي انه كان في صحفية هي كتير controversial يعني في كتير ناس معقول يلاقوا صعوبة بالدفاع عنها آه قايم حدا مهجمة على موقف هي حطته موقف CS هي حطته آه مهجمة بطريقة شخصية وبي دايما هيدا الطريقة اللي فيها معادات للمرأة واللي فيها انه المرأة مواطن درجة تانية ولا انسان درجة تانية فانحنا we attack her ما بهم فبلاقي انه رادي دعليه لهيدا الشخص مع انه ما بيعرفه لهي الصحفية رادي دعليه بطريقة سوبر مهزبة بطريقته اللي بأو اللي بأو الكتير مهزبة اللي ما بيغيرها بحاله وكتر خير الله انه ما بيغيرها آه مشارش حب تهزيب آه مفهمه انه عندك مشكل مع موقفة بترد على موقفة هانيت للمرأة وهيك آه وانا حدا كتير مدافع عن المرأة ما بعتبر حالي نسوية لانه يعني كل شي بيطبعك بيطابع معين بس انا حدا سوبر مدافع عن حقوق المرأة يعني لدرجة بقلي ربيعلي عم طالح حقوق المرأة عظهري انا شو غامل يا الله فحاصله فوقتك كتير لفتتلي نظري هيدا الشغلة وبتعطيك فكرة عن هيدا الانسان كيف بيفكر انه عم بيجاهر علنا على تويتر عن شخص هو ما بيعرفه اجا حدا هجما بطريقة اهانة للمرأة رد عليه مع انه ما خاصه بالموضوع مع انه انت كتبت على تويتر من فترة لليوم العالمي للمرأة ما بعرف اذا هالسنة او قبل انه مش دايما الرجل هو يلي بيحارب المرأة اوقات المرأة بتحارب المرأة انا كتبت بهذا المعنى انت كتبت بمحاربة المرأة مش دايما بتكون من الرجال وبسيق لتويت انه حتى انه لازم النساء هي تكون يشدوا ايد واحدة مش يحاربوا بعض صح هالقادة تعرضت للمحاربة من النساء زميلاتك لك رح اقول لك انا وقت بلشت شغل كتباني بالجامعة كتبع معمول الماستير تبعي عمري 21 سنة انا 18 سنة من حياتي قضيتهم بالجبل دونك ببيئة اذا فيه يقول يعني كيف ادي اعبر عن هايدي الجملة ماني مضطرة يمكن كتير اني دافع عن حالي فيها ذو كانت امي كتير تحرص على انه انا اطلع بنت شخصية قوية ما حدا يكسر لي راسي يعني تكون عندي شخصية قوية اعرف دافع عن حالي بس انه يعني حمار ما كت اعرف قول وقت كنت سبت سمعني ماما عمقول الحمار انه يه انه هايدي ستنجروم يعني لانه قلت كلمة غلط وقتا كنت ريبورتر وزمتت فسمعنا حك من ماما حاصله ف دونك 18 سنة عايشتهم اجان بمطرح يعني اهلك مهتمين فيك وحامينك والبدك انزلت عالجامعة بتبلش شوي تشوف الامور بغير منظور سقفات مختلفة حيات اخرى لانه عندك لبنانية وغير لبنانية وإلى ما هنالك يعني كمان بتبلش تطلع شوي من الكمفرد زون تبعك انه كمان 18 سنة عايشهم مع نفس الناس والأصحاب انا شو طيفتي يعني انا كنت اجي تخبرني ماما كنت صغيرة وقت يمرض بابا اجي اجي لبابا انا عم صلي لك مار بينا ببيئة متزمتة دينيا وانا كنت بمدرسة رهبات وماما كانت مصرة انه اكون عند المدرسة عند الرهبات لانه بتحب مربى الرهبات ومع شارون وا 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 ارام ونالك لأ ما كانت المشكلة مشكلة طوايف ادمنى مشكلة سقفات عالم استغلالية عالم الى ما هنالك بلشت اطلع شوية من الكمفورت زون بس تتبلش تروح عشغل رحت على مطرح مختلف تماما فيه منافسة بالوقت لانه انا انا مانا درسي اعلام انا درسي علوم سياسية بالمستر وبالليسانس دونك مانا جاي نافس حدا جاي اتعلم فأكيد بتقطع يعني قطعت بكتير ظروف صعبة فيه فترات كنت ارجع ما بنسى كنت كل الطريق من البي سي آي على بيروت كنت عم ببكي كل الطريق كل الطريق ابكي 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 مسح بموع قبل ما اطلع عالبيت لانه ما بحطع حالي انه انا عم ببكي وبدي انكسر انه انا كل شي بحطه براسي بدي حققه لانه كانت صعبة كانت يعني انه انا يعني ولد عم بتحطوا ببيقى فيها منافسة عالم التفي عالم كتير فيه منافسة وانا انه بدي الستر يعني دايما بنقول انه في المنافسة الشريفة وفي المنافسة يلي هي مئزية يعني انت تعرضت للمنافسة المئزية تتوصل لمرحلة انك تبكي انه بينحكي عليك او تنضغيط وعن جد عن جد البي سي آي بعرف انه كتير عالم بتقولها بس عن جد اللي بتتعلموا فيها ما بتتعلموا بأي مطرح تاني لانه هالقدة عندها تاريخ بالإعلم ومش عم بيحكي هيدا شي لانه انا يعني انا كان هممني قدم على الالبي سي لانه هالقدة بتعني لي هيدا المؤسسة اللي من انا وطفلي ممنوع ينحط بالبيت غير قدمت سيفيتيك عكذا مؤسسة لا بس على الالبي سي ايه وقتها بحب اتشكرها دكتور فادية كيوان دكتور فادية كيوان كان عندها مؤابلة على الالبي سي ايه بوقتها طلب مننا انه تبعت سيفيتيات اقوى عشر تلميز عندها من بينه لسيفيتيات بعتتهم من بعد ما اخدت الوظيفة ايش تلعني ديقت لي انا كتعرف انه انت احتي اختي الوظيفة ام تلعك فهي يعني هي مصد لعلي بن هيدا الناحية وانا خضعت للمتحانات وطلعت عملت شهر ترينينج وعلى اساس هيدا الشهر وعلى اساس نوع الشغل يلي عطيته تأيم يعني الاشخاص يلي كانوا الاشخاص يلي لازم يبقوا ولي لازم يعني يفلوا بدي ارجع معك لموضوع المنافسة تعرضت لأذى بالمنافسة حلق الأذى هو شي كتير رلاتف يعني بدك تحدد شو الأذى بس انه انا اللي بعرفه انه كحدا كانت الكلمة بتأذي اي انه انا نقزيت انه انا بالنسبة للي ما بعرف احكي بقى فيك اذا عندي شي ضدك بيجي بحكيك بوجرك واذا صارت انه انا كنت بمطرحة معين وانفتح شي سيري وحكيت كلمة بقى فيك بنتر لأرجع شوفك او بلقط التليفون وبدأ قللك بقللك ليك رالف انا حكيت عنك واحد اثنين ثلاثة بس ما تسمعوا من غيري ما عندي سقافة اللي انا بحكي من ورعة ظاهر حدا وإلى ما هنالك لأنه الشي اللي خايف قللك يبخلقتك ما بدي قوله بس اليوم اللي بيعرف رانيم ولي بيعرف اجواء الجو بالنيوزروم وهيك بيعرف انه رانيم اصبحت مدللة باللبي سي يعني اصبحت من الاشخاص المدللين او الاشخاص يلي بيتكروا عليهم كتير بطلت يمكن اول ما جيت هول اشخاص اللي ازيوك اليوم بأي عين بتطلع فيهم عادة تعرف لانه كتير هيدا شي وبعرف انه هيلجملك للشي قوتني وإلى ما هنالك هولي بكرهن هولي الجملك للشي بس عن جد القوة والثقة بحالك اللي بتكتسبها من بعد ما يعني تنجرح من كلمة ولا من تصرف ولا من هيدا خلاص بتصير بالآخر ما هي خلاص صار تقطع عليك been there done that خلاص بتقطع على قصة مدللة بس to be fair ما في حدا مش مدلل بالنيوز روم to be fair انا اللي عملته انه اشتغلت عحالي وكان فيه ادارة عطيتني فرص لما لقيتني انه انا حدا عم يشتغل عحاله حدا طحيش حدا بيعرف وين يضحش حدا بيعرف كيف يتصرف بإطار معين مش معناته ما غلطت اكيد غلطت وتعلمت من اغلاطي وبضلني بغلط ورح ضلني غلط وإلى ما هنالك ورح ضلني اتعلم من كل شي بعمله بس بمطرحة معين اه فيه ادارة لما شفتني انه انا قدي مستقتل كرميل شغلي ومش على لا على مردود مادة ولا على إلى ما هنالك يعني مش مش رايحة فاتحة انا دكاني على حسابي وعم بستقتل كرميل شغلي من ورا من ورا شي تاني دونك شافت انه لا هايدي البنت عندها بوتنشل وانت بتعرف انت اذا بزنس اونر لما تشوف انه في عندك حدا عنده بوتنشل اكيد بتنميه ما بتكسره فشطي بشطي بنقر لا ما عم شطي ما عم صليح حرف تحديدا كاتب العالم بالفاه مش بالعين فعم زبطها هايدي هاي الاو سي دي عرفت بفهمك رامي درباس الاعلامية يلي كانت زميلتك بقلب المؤسسة هلأ صارت زميلتك ولكن خارج المؤسسية طلعت مع فراس حطوم وقالت انه اليوم هي بتحب كتير الالبيسي ولكن الجو بالنيوز روم نوعا ما اوحيت انه تكسك الجو كله سوا بتوافق ايها الرأي الليك بدقر يعني بدقر عشو فيه اكزاكت لشو فوجيوة بتلحطة عالي على الموضوع تكسك بمعنى ضغط الشغل انه فيه ضغط شغل ايه اكيد لا تكسك هي اكيد ما اصدبه ضغط الشغل ضغط الشغل ما فيه عالم تعتبر ضغط الشغل هو شي كتير تكسك انه بتنضغط ايه في عالم تعرف تشتغل تحت الضغط في عالم ما بتتحمل الضغط يعني يعني خبرية انه اكيد ما في حدا كل يوم بيكون بيقمة ساعاته وبيكون عنده قدرة التحمل بس كمان لا فيك تقطع عليك ليش انتو ويها ما نكون كتير راب واصدقاء يعني انت اصدقاء مع اشخاص تانين اكتر من رامي ليش انتو ويها ما كنتو تتفقوا انا صاحبة مع الكل لانه انا ما اعتبر انه هيدا ما كان عمل بروح بعمل وظيفة في مع زمال عمشوفهم من اشخاص في اشخاص شوي يمكن بترتاحين اكتر انو انتو رامي ما كنتو رفع انا ما بحب يعني انا يمكن لا مش ما كنتو رفع رقتو كنتو عادة عادة الكاجول زوملة زوملة ويلي هي يعني شكل علاقتي مع كتير عالم ويلي هو شي كتير شي كتير منيح انو انت عارف حدودك وين شخصي بوجهك عارف حدوده وين وهي دي حدود العلاقة في شي اكيد بالكمستري بين العالم بالكاركتر يمكن انت بتحب شو بعرف نعم حكيشو ما كان حدا بيدحكي ممكن حدا تاني بيحب حدا قادر يحكي له ما ينقول حكي الى ما هون كان فيه فيه there's a whole range of people يعني فمش قدش انبسطت رانيم وقتفلت ديما صاد لانو قدرت تأخذ فرصة انك تصير موزيعة لك رح اقول لك كتير بوقتة انربطت فلت ديما بانو رانيم صارت موزيعة بس يعني لانو بتعرف هذا الموضوع الهيك الrecurrent to be fair ادارة ال LBCI ان كان مش يظاهر او مادم ظاهر كانوا اخدين ارار انو انا صير موزيعة قبل بوقت من ما فلت ديما بتقلي فلت ديما يمكن سرعت خمس دقاية بدل العشر دقاية كتبي ما بعرف انا بس انو لا مش انو ديما على فضل علي بفلتها وانا صرت موزيعة بفضلة لا لانو بقتا نحكها كتير هيك لان انا عملك انو سهلت سرعت هلا عم تقولي لان عملك يمكن سرعت خمس دقاية بتلعش دقاية بس انو اتوزمنت بي يعني اذا مش تاني نهار نهار اللي بعده بس انو اتوزمنت بي يعني كان الارار متخز وانا مبلغ فيه له هيدا الارار تأخرت لتصير موزيعة اخبار هو كان طموح عنديك لانو انت كتير ريبورتر لك انا بحب اعمل كل شي يعني انا هنا بفترة الاخبار من عندك تعم بشتغل بروديوسر احبت سرعت بحب اعمل كل شي عن جد عن جد لانو انا حدا بيكره الروتين اقتلني وما تقل الروتين انا اعمل نفس الشغل بنافس الطريقة بنافس هيدا بنطف حالي فتعق اللي اليوم كوني موزيعة على الحل بنطف حالي وتعق اللي كوني محاورة كل يوم بنطف حالي انا حدا بحب هيك كل يوم كوني عم بعمل شي شو بحرفني في فترات بس تكون عنده وقت انا بعمل ادتينج لموضيعي ما بخير حدا يشتغل فيه ولا يرى وتشفن ولا شي انا بعمل ادتينج بقولوا تفضلوا هيدا بروديو خالص مخلص مساجلته مقصصته مصورته في تريبس انا بعمل انا بروح بصور الموضيع يعني I like to learn new things فإذا كلمة بتتعلم شي بقصالك عم تلم يعني بدي أدتينج اليوم الريبورتر بيشتغل كتير بيكون موجود على الأرض بيصير عنده علاقات بينما موزيع الأخبار شغله شوي محمد يعني بيقرأ النشرة بيطلع بيرجع بيقرأ على الهواء وها هي خلصة هي أهيا ويمكن فيها تقل أكتر في ناس بتعتبر من الريبورتر بتعتبر بالمهن مش عم قولها رأيه أوكي ولكن فيها روتين أكتر فاكر مال هيك أنا بحب هيدا الأنبودو 2 يلي بس كان طموح لأليك It was one of the tics اللي بدي أعملها بس طموح اللي أنه this is هيدا الحلم الألتمت بالحيات أكيد لا لأنه بدليل لو كان حلم الألتمت بالحيات كنت لما صرت موزيع قلت له بليز وقفوا تحطونا ريبورتر بوين أكتر ما ترحلمت فيه بتعتبر ريبورتر كريبورتر دفنتلي دفنتلي ليش لأنه فيه تغطيات معينة علقت براس الناس أكتر من من يمكن حوارات عملتها وعلقت يعني إذا بدي عد قدي فيه كوفيرجز علقوا براس الناس مقارنة مع مقابلات بتعلق براس الناس دفنتلي كشغلك هاريبورتر تعتبر اليوم صارت موزيعة الأخبار مضطرة تستعرض أكتر لتكون عم تقدر تتعلم بوجود منافسة موزيعات الأخبار اللي بيستعرضو لك مهام هون بترجع يعني يعني بالسابق كان موزيعة الأخبار موزيعة اللي بنشوفها انت يعني اللي بتطلع بتعمل نشرتها وبتفل اليوم صار فيه منافسة من ناحية اللوك الشعر طلل هولي الأسس يلي يلي عم تظهر حالياً بالأعلام آخر عشر سنوات إذا مش أكتر شوي كمان سؤال مالغو لا أبداً بالعكس سؤال سؤال مبسوطة فيه لأنه فيه ستاندرد بعالم الأخبار يجب أن تتبع مني حدا تقليدي بدليل أنه مثلا أنا ما بحب الموزيعة اللي بتبع هادي مربطة وقال وأنه عرفت أنه كتير بزي ولقطة بتحس يعني على الآن تضفضع هون بطريقة الراية بدليل أنه بنطر مثلا فقرت التقس لنكيت شفاية مع الجو قطع شيب النشرة ما عندي مشكلة لأنه خلاص أنه العالم بدأ تفهم أنه أنت مانك ربو قاعد ورر هيدا بس لا مش تطلع تستعرض بشكلك لأنه لو أنت مزيع ببرنامج فني ويش بيتك أنه تستعرض بشكلك وبلبسك وبموديلك وبكل شي لأنه هيدا الانفاريمنت بده هيك بس أنه كمزيع أخبار والاستعراض وطريقة اللبس وإلى ما هونالك لا أنا مني مع يعني اليوم دور سي أن أن دور بي بي سي بي بي سي تقليدية أكتر من الزوم يعني مقارنة مع غير ميديا ما بتشوف اللي بتشوفه عنا صح ولا لا أصلا ما بتشوفي النشرة اللي بتشوفيها بكل المؤسسات العربية وخاصة اللبنانية بتشوفي نشرة أقصر بتشوفي نشرات بدون كتير مقدمات يعني بتشوفي النشرة الفورمل اللي بتدرسيها بالجامعة أكتر يعني هون في حتى تنافس بمقدمة الأخبار بربنان يلي هو شي جربت الالبي سي آي على فترة معينة فترة طويلة من قصيرة أنه تكون عم تلغي وهيدا دايما شي حاضر موضوع الغي مقادمة النشرة سوريا بيجذبك مقادمات نشرة مريم البسام في منهم اي منهم لا يعني ما في حدا ما يعتبر أنه عندها مش أنا اللي بأي ألم عندها ألم مخيف أكيد مش أنا اللي بأيما لأنه يعني بالنهاية بتخافي لا ما بخاف بس قد يعني في فرق كتير كبير بسنين العمل بهيدا المجال حتى بس أنه أنا كمشاهد وفي مرات كمان هيدا الألم بيجنح بإطارات أخرى بس هيدا لا يعتبر أنه ما في حدا عنده أسلوب كتاب لا أكيد مصطفى مصطفى علوش نتأذى لمريم البسام ورجعت هي ردت عليه وبالرد طبعا أكل الطرش ال LBCI شو رأيك باللطش اللي قالتها عن LBCI قونك أنت باللبي سي أنه لك أكيد ما رح تكون معي اللي قالتها نتسأل سؤال بدي جواب عليه أنه لا إلى فترة يعني في لطوش للLBCI معادي بدليل أنه LBC ما ردت ما أساسي ما حترد على فرد بس في يمكن يكون طريقة هي اعتبرت أنه حطوا وركزوا على كلام مصطفى علوش مثل كأنه مستقصدينه بتعريف شغلة لما تكون بعالم التيفي وبتعريف مود العالم شو الشي اللي بيجذبه حيلا شي طالع ببرامجك أنت حقك تستعمله صح ولا لا بلا نوعا ما دوق مستقصد مش مستقصد أنت إذا عندك شغلة معقول شغلة طالعة يعني كونتنت طالع مش كونتنت معيب أنه يطلع ولا كونتنت كأسس المهنة ما بيسوى يطلع ولا إلى ما هنالك لأنه بهذه الناحية ما بيتأتي حدا يجي يعلم على LBCI بيقدي دقيقين وتحديدا الأخبار بيقدي دقيقين بالكونتنت يلي بيطلع بأنه ما ينجرح شعور حدا ما يطلع أولاد إلا ما هنالك يعني كل هول المهنية إذا في يقول بس أنت لما يكون عندك كونتنت ما فيه هينة لحد طلع ليه ما بتستعمله شو أول مرة بتصير عادي رانيم تعني نرجع عن موضوع موزيعة الأخبار أنت قطعت بالفترة يلي كانت يختاروا موزيعة الأخبار بتاخد وقت أكتر بيطولوا أكتر أنا أتعاد بفترة لتكون ريبورتر وتطلع على الهواء عدد سنة مية بالمية اليوم شوية تغيرت هيدا الجو لأنه شفنا كانوا ريبورتر بس بفترة أصيرة صاروا موزيعين أخبار مثل بيترا أبو حيدر وماريلي وأشخاص تانين هيدا شي صحي بتعتبره ولا شي غلط لك ما فيه صحي وما فيه غلط أنا بنظر له بأنه إذا شخص قادر لأنه أنا بعرف على وقت أنه كنت أعتبر ظلم أنه ما بيطلعوك أو أم بأخر وقت كتير طويل لحتى أختي خطوة يعني أعمل لشي جديد فإذا شخص قادر وقد المسؤولية why not إذا شخص مش قادر ساعة هونيك بتكون دعسة ناقصة بس المئيس هو ما أنه أنه قد أعدته وقت يعني أنا بذكر هيكتا دحكك كان وقت كنت ريبورتر أنا على سنة ما حدا بيعرف كيف شكلي فماما بس تأطلع على هيدا تقول لهم هي هيئة بنتي هيئة بنتي ولقت على الميكرو فهيك وكانت بتضحك أول مرة طلعت فيها على الهواء كانت هيك لذيذة بتضحك مين بيجز بك أكتر بين ماريلين وفترا لكل حدا عنده ستيل أنا ما بحب أنهو المؤارنات يعني هادة من الأسئلة اللي ما اللي ما رح تاخد مني جواب فيها مش هتقدر مين بتختاري تسمعي لأ بحسماهم تنينية طول بنفس الوقت ما بتقدر لأ بنفس مش هيكون فيه أصلا نشرتين بنفس الوقت لا ما بتصير برك معقول بركي صاروا على بركي صاروا بحطة أخرى واحدة منهم بحضر اللي بتكون على البيسياك آه بس ما بتحضر النشرات غير مؤسسة لأ بلا ما بقلي بأكيد بس أنه مين بيجز بك نوع قد ما بلحي لأنه بس تخبرك يعني إحنا ساعة ستة عنا الحمام ساعة ستة ونص عنا الأنينة آه مين بيجز بك ها هلا ها إخ الفترة مين بيجز بني عم بحكي أنا قبل مين في المساعد آه على الجديد مين بيجز بك صامر بوخاليل كتير بحبه آه على الام تي في آه على الام تي في آه بحبو يجنا بيلك هيك آه آه ما بحضرها دي قليل كتير يعني كنت مرق مرات مقابلات آه أبدا مش مش انت قاصا من الزميلات والزملاء على الأو تي في أبدا مش مش هيدا المقصد بس آه سياسيا ما بتقريد تتحمله ما خاص هيك أنا ما بحب الإعلام الموجه آه يعني إذا أنت طالع كل الوقت حتى تغسل دماغي وتقل لي وان دو تخوا ان دو تخوا ان دو تخوا خلاص خيحل عني تعتبري في علام غير موجه بلبنان اه بالل بي سي العنام غير موجه بتاع تبريد انت شو رأيك مسيورا ما خبرتك عنا بقلب الال بي سي آي أنا اليوم محاور عم جرب تكون عم جرب تكون حيادة لكن لا أنا بعتبر ونحنا غير موجهين إذا بتطلع لأنه بنشرتنا بتشوف قديه منوعة إذا بتطلع بتيمنا بتشوف قديه خليط هيدا التيم آه يعني بده بده قدرات فوق الطبيعة لاتوجه لحيدا التيم من كل الأحزاب من كل الآراء السياسية من كل الطوايف من كل التوجهات المجتمعية يعني في عندك انت شو آرائك السياسية آرائك السياسية آه ذاك رح أقل لك ما في إنسان بحياته ما بيكون عنده تبجه لا مش توجه ما يلا مفرح ما يلا فكرة معينة طيب بس من بعد ما تعيش السياسيين وتشوف اللعبة السياسية كيف تنشغل باعتقد إذا ما كنت ويعج في كنت ميرغة الاشتراكية لا أنا بفترة معينة بفترة الجامعة بفترة الجامعة أكيد اشتغلت السياسية بس تخبرك شغلة وقت ديت تفوت قلتلهم لأهلي إنه بده قدروا السياسيينس بو بالأهلي أول شرط كان لأهلي أنه بتعملي لبديكي بتدرسي whichever you want أنا كنت أنا درسي سيانتفيك فكان مفروض رايحة شي سيانتفيك بعدين قررت أنا بدي سياسيينس بو بس ألوي ما بتتعاطي السياسي سياسي فبوقتها بتعرف كان عز الترمويل بلبنان و14 قدار و8 قدار وإلى ما هنالك يعني غبي بتكون إذا عم تدرس سياس بو ما عم تتعاطي السياسي بس أنا قبل ما أظهر من الجامعة يعني قبل ما أخلص مع ستاري كنت ديجا بلشت طلع حالي من كل الأجواء السياسية لسبب واحد إنه ما في حدا في لبنان عنده الحقيقة المطلقة ما في حدا في لبنان بيحب لبنان بشكل مطلق وما نكذب على بعضنا ما في حدا في لبنان همه مصلحة بس إلي كمواطن وما عنده مصالحه السياسية وخلفياته وإلى مهولاني هو كله كله الأحاديث نعرفهم ورغم هيدا الشي بيضال في الواحد بميل لجهها أو لجهها تانية أنا وقفت ميل من سني لجهها أو من جهها تانية كنت ميل لأربط عشر قدار يعني للاشتراكية ليه بدك تحطني بإطار بمنطقتك أنه أنت مين كنت تنتخبي ما كنتنتخبي أنا أول مرة انتخبي كانت هيدا الانتخابات مين انتخبت ما رح ألا كنت تتجوزت لا كنت تتجوزت لا كنت تتجوزت هلا على الانتخابات لا أنا آي ماتتجوزت نسيت آي ماتتجوزت خيّع إذا ما عم بعملني مشكل مع الزم أنا عمي تلك مشكل وعشاوزي ما كنت تتجوزت كنت بعدني خاضبة سوري مين انتخبت ما رح ألا انتخبت ما رح ألا التغييريين ما رح ألا نا عم بصاريك وعن بتألو أنا عم لك ما رح ألا لأنه هيدا من خصوصياتي التي أحطفت بها لأنه بتخافي يزعلوا مني كسياسية لا ما بخاف حدا يزعل لأنه هيدا خصوصياتي لأنه بتكوني مثلا آيل تيلو له السياسة مع أنا انتخبتك أعطيني مقابرة أكيد لا شو لك بيعطوني مقابرة لأنه بهموني يطلعوا معي مش لأنه بس ولأني ما ببيض لحدا بطلع بسألك سؤالي اللي لازم تنسأله بس ليه يوم مانيك قادرة تقولي أنه كنت تميل الاشتراكية يعني قلت لي 14 قدار بس ما بديك تقولي كلمة الاشتراكية لحلك ليه لأنه تعالي يوم قول الاشتراكية ايه ما هلأ كل مقالة كلمة لأنه هي هيك ولأنه هي يلي هي الصبغة اللي بتنصبغها رابتك الجديدة مع بحيج أبو حمزة هي بتخليك بمطرح معين ما تقدري بقى تقولي الاشتراكية رح قالك شي يا ويلة منيح لي سألتني هذا السؤال thank you عطيت تبا الصراحة ايه اخ اوكي في عدد من الاشتراكيين معتبرين أنه بمجرد أنه ما لازم طبش على الطاولة بعتزر منه أنا نتلي باع باع معتبرين أنه بمجرد أنه أنا تزوجت ربيع أبو علوان يلي هو خية لمونة أبو حمزة يلي هي مرته لبهيج بو حمزة معناته أنه أنا صرت معارضة بمعنى أنه رافضتن وهذا المنطق الغلط لأنه اليوم إذا بتجيب تحكي مع بهيج بو حمزة لا بيحبون ولا بيكرهون وبالعكس بعد عنده علاقات مع كتير عالم اشتراكية وبنهاية بس بعده بدك تروح تسأله ما سألته لا بس ما أنت عم تقولي لا بيحبون ولا بيكرهون يعني بتعرفي عم بحكي من يلي بتسمعون ما بحياتك تسمع إيهاني سأله تبقى خليني كفي جملته هي المشكلة مع شخص خليني كفي جملته وأنا عندي تواصل مع كل الأطراف بس هيك تنوضح النقطة واذر مجوزة ربيع أو مش مجوزة ربيع واذر بقارب مونة أبو حمزة فيه زلمي كان عنده قضية معينة بوقت أنا ما كنت موجودة فيه جزء من هيدا العائلة طلعا عيدا الزلمي بريء من كل هيدا القضايا اللي رفعت بوجه هيدا ملف خصوا فيه وخصوا فيهم وخصوا بالقضاء بعتقد لو القضاء لقى عليه طرتوشة كان يمكن حاكموا بس بستسخف لما يكون فيه أشخاص وهني منهم بمواقع قيادية عالية which is good أنه بيعتبروا أنه إذا أنت قربت فلين من أيام الحرب الباردة يعني عشوية هيدا شي كتير غلط لأنه أنا تواصل الوحق الوحق بس بدألك شي مش يعروع أقوى بس خليلي بس هيدا الجملة لا تسنطرو تسنطرو أبدا يعني أنا اليوم إذا حدا أزيل حدا من عائلتي أو فيه مشاكل بينهما بتضامن مع عائلتي الأقرب لأول شي أول شي هيدا المشاكل بس ما خايف يعني أول شي تكون واضحين أنا في التعالي هالعائلة كانت هالمشاكل خالصة ومخلصة أكي دونك أنا ما كنت يمكن لو كنت بيضلل مع معي اللي صارت قبل كان يمكن كون إختي موقف أنا اليوم مواقفة ببنية بناءا على يلي بشوفه من الشخص يعني أنا اليوم عندي تواصل مع الاشتراكية ومع جماعة طلال رسلين ومع جماعة وقام مهاب مع أنه وقام يعني بفترة كان كتير زعلين وصبغني صبغة سياسية وتبين له لكل جماعة أنه هايدي الصبغة مخطئة واعتذروا بالمخفى على الموضوع شو خسرت ما خسرت شي ولا ربحت شي وعندي تواصل مع الطيار الوطني الحر وعندي تواصل مع القويت وعندي تواصل مع كلهم أنا هايدي وظيفتي هايدي وظيفتي أنا ما عم يقول لك ما أنت أكثر حدا ما حدا بيعرف لك يعني معروفة هايدي الشكل بس أنا عم بحكيك اليوم بشئ تاني بشئ أنه اليوم ما فيك تجي تقولي لي لكن لا ما فيك تجي تقولي أنه الجو بطل موجود وخلصت الأمور صفحة يعني أنا مني وعلي هيدا الحديث ما بفتحه وما بيمفتح معي لأنه هني الجماعة متخطينه يعني أتليست هيدا الانطباعي اللي عندي يعني هايها طلعت طلعت أي متى آخر مرة شفته أنا كتير سيئة بدتت بس أنهم يعني دايما في واتساب في مع كل الأطراف سياسية أجل هلا لأنه كمان رح يطلعوا العالم اللي بيكرهوا الشخصيات السياسية يعتبروا أنه إيف هي عم بتواصل أنا صحفية دوري اتواصل ما حيالله شخص عنده دور بالسياسة باللبنان بتوافقه ما بتوافقه بتحبه ما بتحبه بتمشي معه ما بتمشي معه أنا هيدا دوري آخر السؤال إيمانت بالتهياريين أوكي وعطينا أنت في توقت على هيدا الجواب معكي 3 دقائية لا لا ما بدي 3 دقائية في فيز بلبنان يلي كانت الناس عم تنزل طالب فيها هيدا فيز بزعل وين وصلنا فيها اي شط بنقاط شط بلاقلك بزعل وين وصلنا فيها ليش لأنه يمكن على قد ما بتكون مزعوج من الوضع السياسي ببلدك بتتوقع أنه لما يجي حدا عم بيقول أنا بدي أكون معاكس للنمط السياسي الموجود بتتوقع يعني بتعلل هوبز تابعك يمكن انزلموا التغييريين بإنه تعلوا الهوبز كتير عندن ويمكن انزلموا لأنه ما لعبوا دور كيف أوكى أو هنه ظلموا حالا يعني بتقدر تكون أنه انت انزلمت وبتقدر تكون أن انت كنت ظالم يعني انت انزلمت لأنه العالم انتزرت منك شي كتير كبير بالوقت اللي انت بعدد معين هالقد قادر تعمل وبتقدر تكون انت ظلمت حالك على قد المسؤولية بيقدر يكون هون اتنين سوا تأجي قللك انه انا ما عليت الهوبس لأن بلع عليت الهوبس هل كان اللي شفته على قدر امالي لا ما كان على قدر امالي وهيدا الشي اللي بيخوفك انه بالفترة اللي جاي انه العالم تتراجع عن مطالبتها بحقوقها يلي هي ابسط حقوق او تتراجع عن انه تنتخب ناس جديدة تجرب ناس جديدة لانه بتقلك ولا انا جربت ونحن نعرف نفس اللبنانية ماش هتعرف ما رح تعرف ما بتعرف في عندكون بشوف في عدة في عدة لويح كانون ازين ومن ضمنهم فيش اسمه ورقة بيضة في كل هول الاحتمال اكيد ما صوتتي ورقة بيضة ما رح تعرف ما رح تعرف خاصة بالزكاة هيدا خاصة بخيارات فما قصد انه كل هيدا الخليط لازم يكون موجود بلبنان يعني الاحزاب السياسية انا مني مع العالم اللي بتعتبر انه بدنا نقبع كل شي في احزاب السياسية تسنطروا الاحزاب السياسية هو شي انسى اداء كيف كان بلبنان بس الاحزاب السياسية هو شي كتير صحي بالحياة بالحياة العامة بس انه ما تكون هيدا الحياة العامة هي ممر لإلك كمواطن بينك وبين دولتك حكيت كتير فلسفة فيك تروح عسؤالي بعده بعد عندك امل انه لبنان يتحسن رنيم ولا بمطرح معين صرت تعتبر هاي البلد هيك تركيبته هيدا هو لو شو ما صار لا اكيد عندي امل انه ما في شي بيضله متل ما هو يعني ما في شي بالحياة بيضله على نفس الريتم اكيد في كتير قصص يعني بده تضبيط بالبلد واذا يعني اذا انت بتحب بلدك تشوفه بصورة معين اكيد رح تحب يعني تكون عم تتغير امور فيه المفارقة انه حتى بالوضع اللي نحنا فيه في كتير قصص بتتضبط وما بده بجت عالي بس بدك حتى يكون عميله يشتغل ولا لا بس اليوم بوجود السياسيين وبوجود الازمات اللي نحنا عم نمرق فيها وعدم وجود حلول والحكومة يلي مستقيلة بس عم بتدير البلد بتعتبر ان احنا بيجاو اللبناني صار ما اعتبره طبيعي وخلص مثل استسلم تأقلم معه فيه كتير عالم ايه تأقلم لانه وبعرف فيه كتير انت قديت انه ما لازم نتأقلم مع هيك وإلى مهنالك يعني فيه فيه عدة قراء بهالموضوع بس بيغض النظر عن انه اذا انت مع او ضد انه الانسان يتعود على اللي عم بيصير بتجي بتحكي اليوم مع العالم بقلولك بدنا نعيش انه بدنا يعني ما فيه يوقف عند كل شغلة عائق ما ما بكفي وفيه كتير ناس بنفس الوقت عم يعملوا مبادرات لحتى أتليست بمحيطهم يكونوا هني عم بيغيروا عم يعملوا فرق معين يعني بس بس انت قلتلي انه بعدك بتحب تكوني بمطرح معين ريبورتر رغم كل اللي شفتي انت وعالأرض او حتى وقتها تروحي على تغطيات بمطارح رسمية يعني للدولة اللبنانية بس تروحي وبنفس الوقت نقطي حالك انه صرت بتعرفي السياسيين وبتعرفي كيف هي اللعبة السياسية ما بتطلعي انه شو جاي يغطي انه جاي نقول للعالم كذبة اذا انت انا ما بعتبر انه نقطت حالة فيهم هلأ جايت فلسفة علي رالف معتوق احنا على الهواء مش تحت الهواء لانه فيك تكون تعرف طبيعة وطينة الاشخاص بس تضلك عم تتعاطى معهم يعني بغض النظر وعم تعمل شغلك فانت بس تكون رايح لتغطي شي معين انت بتغطي بأسلوب ال LBCI كيف بتغطي مش بأسلوب اللي انا بدي طبطب لفلين وطبطب لعلين دونك انت دجا وجودك عم تقدر تطلع منه content مختلف فthat's it بتغطي رأيك بعين الرمانة والشياح وقت كان فيه اشكال تناقلت العالم انه رانين بخزامه هيدا الشي صار كمان على الهواء هي سبب الصلح اللي صار بين الشياح وعين الرمانة ليش عملت هيدا المبادرة هل فقط لانه انت على الهواء لان لو مكنت على الهواء يمكن ما كانوا كمان هني جربوا يحطوا ايدون بايدان بعض بس قبل اذا فيها نطفل AC بيكون تمام سقعت هلا مش راكت بشاوبة مش راكت هوا العوامل المرأة الحامل صح يا اللي وعوامل التقس رح قللك تحديدا بهاي النقطة انا بيراصي بوقتها ما بعتبر انه انا عملت صلح بس اتليست ما كبت زيت على النار مثل ما بيقولوا بيراصي بوقتها يعني عم بلش من الاخر وبرجعلك شوية رجوع لورا انه اكيد العالم شاله عن ال LBCI لانه بطبيعته الانسان بيحب الاثارة اذا في يقول الاثارة بمعنى كل شي هيك event to action وا 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 اذا بتشوف اتنين عم يتخانقوا بالطريق بتلاقي كل العالم وقفة عم تتفرج اذا بتشوف يعني الله يحمي كل العالم شو ازيك العالم كنت مبسوطة بالمشكل لا بس يعني المشكل بيشد النظر بهيدا المعنى انه الناس بدها تشوف اف شو صاير انه انت اذا ما في شي اذا السيارات ماشيين طبيعي وما في شي عم يتغير قدامك ما راح تكون intrigued تشوف شو عم بيصير قدام بس اذا سمعت اف في حدا عم بعيتيه مدرش وصاير يلي هي يلي هو الطبع للانسان الطبيعي هلأ فانا اعتبرت انه الناس راح تكون بدها تعرف شو شو يلي عم بيصير انه انه صاير مشكل في حدا عم يدرب حدا صاير شي شو صاير ايه لا ما هنالك انا ضميريا ان كان عمليا ولا غير عمليا ما طلع بيدي صراحة هارتا وما بعرف اذا البعض راح يعتبروا انه انا كتعم منقول صورة مخالفة لا انا ما بعتبر كتعم منقول صورة مخالفة ما طلع بيدي انه طلع حدا بضيطلع يسيب لجهة تانية حدا موطور من الاخر لانه مش نقصها العالم فانا كتعم اعتبره انه العالم حتغير لانه اجان الاكشن هي اللي بتلفط النظر ايه بس انا ما كان طلع بيدي هيدا الشي وكتر خير الله انه طلع بوجه ناس واعية من المالتين يعني لمن كتعم قريب وهون منرجع على قصة انه نحنا مش مقطعين عن ولا اي طرف سياسي شو ما كان يكون بالبلد وشو ما كانت تكون قراءه انه الالبي سي آي كانت فاتة على الجهة اليوم مثل ما فاتة على الجهة اليسرى من الشارع ما كان في مطرح انه لا هيدين احنا ما منفوتها او نحنا ما نروح لهونيك او ما منجي لهون اتقول دونك فتنا لهونيك اذا في يقول فتت الى جهة الشياح اكتر كانوا عم بيقولولي هولي اخوتنا وهيدا الصوت اللي طلع وقتا بعدني بذكر كتير مني حدا شخص ما قبل اني طلع له وجه فتركنا الكاميرا ديري والميكرو موجود فطلع الصوت انه هن اخوتنا وانه نحن اهل يعني مشو فرق بشارع رحت على الميلة التانية على ميلة عين الرمانة طلع بوجه هيدا الشخص اللي ما بعرف الهام حسيت انه هيدا زلمة رايق قادر يعطي كلام موزون طلع وحكي نفس الخبرية فبتفاجأ من بعد ما سكرنا الهواء لانه انا وعلى الهواء وبتعرف الكونكشن الرائعة بلبنان بتكون فاتح خط مع مؤسستك دونك الفور دي ساعة بيلقيت ساعة ما بيلقيت يعني فما كان عم يعني ما كان عم يصلني واتس اوب ميسجز على التليفون بس تسكرت وانا ما اعتبره براسي اكيد هلأ ما حدا حضرنا اليوم بس كان خلاص عملت ضميري يعني بلاش شوف الميسجز انه العالم بالعكس قدروا انه في حدا ما كب الزيت على النار بين الناس وما كب حرام بين العالم او مش كما كب حرام ما يعني ما راح عند الناس الموطورة والمعصبة والمسك الراسة واللي طالع خلقه وما بعرف شو طلعه وطلع قدامي هيك عالم يعني هو كان عم يصير بالثورة هيدا الشي يعني كمان كتير بقت الثورة كانوا يروحوا عند الاشخاص اللي قادروا تسيب وتعيد وتصرخ الريبورتر ستا يقدروا ياخدوا قانتنت قوي فبوقتها يعني انه صراحة وقدرت كتير للناس هيدا ردة الفعل يعني حسيت كأنك ملكتني الدنيا بليلتها عن جد حسيت كأني ملكت الدنيا ما خلاص ما كان بقى بدي شي تاني كتير مبسوطة رحت ورجعت عالبيت وهيك حسي حالة انه عملت شي منيح بهالدني يعني وصارت صارت شوية يعني تقربت الامور اكتر لبعضها وصراحة انه اخرت النهار اذا بتفتش اذا بتشوف الظروف ياللي كلنا عايشينا انه عشو ما انت قاتل بشرفك يا الله عشو ما برست رانيم كريبورتر مشاغبة يعني في ريبورترز بنعرف انه بيكونوا على الارض مشاغبين مثل راشال كرام مثل جويس عقيقة مثل جوال بو يونس بنت كتير اشخاص وبالثورة برزوا بيانوا ليش ما بتحب هيدا الاسلوب لك انا اسلوبة انه انا نازلة لغط الحدث مش لصير انا الحدث ببليش من هون بغض النظر مش يعني مش عم علق على زميلات يلي شو بك هلا كلمة بديك تحكي كلمة لا مش عطلين هم حدا يزعل ما بحب ولا ولا اجرح حدا ولا ازي حدا وكل انسان عنده رأيه بالنهاية بطريقة الشغل بفضل اسمع عن ان احكي يعني بس تروح على تغطي مؤتمر صحافة بسأل سؤالي لا اسمع الجواب مش تاسمع حالي عم بسأل السؤال بهمني انا الكنتونت بس هيدا الاسلوب هو اسلوب مهني بتاع تبرية او لا اسلوب ما بيشبهني في يقول مهني مش مهني فينا نتشارع من اليوم لبكرة على بكرة على هيدا النقطة وكل انسان يكون عنده وجهة نظره بس لا هيدا مش اسلوب يشبهني يعني يعني مع زميلاتي اللي ذكرتهم مش مع كلهم في اكتر من مرة بمحبة بتوقف انا وياهن انو خليه كف جواب ولا شخص اللي عم تسألي انو انا ما بدي يطلعلي بس نهار بدي بس بدي اجي قص الصنور يطلعلي سؤالك ما يطلعلي جواب ومعنو اذا بدي تشارعي يتركي يخلص جواب وجاع يسألي السؤال اللي بعد يعني رانين بخزان بقانونك من هي الدولة اللي تطلع دا ما عم بحكي بالقانون انا قلتلك انا قلتلك بالنسبة لقليك انا ما عم بالقانون بعرف اللي عدو هو اسرائيل بطبيعة الحال بعرف على شو اصدك وثانكيو على هيدا السؤال بعرف انو اصدك على المقابلة يلي صارت مع ايمس هوكستين وقتا كنا عم نحكي على اكتر من سيناريو لاستجرار الطاقة للبنان وبوقت عملت follow up question على على شي جاوبه بوقتا كان follow up question معناته انو في كتير لبنانيين يعتبرون انو سوريا هي دولة عدوة كنظام عم نحكي مش عم نحكي كشعب وقتا ما بقي حدا ما كتبوا عميلة وكله بتعرف كله بصير بيعمل لك فصدم وكله بصير بيصدر شهدات بالوطنية عرفت وكل واحد اللي مقهور منك على هالسؤال واللي مش مقهور منك على هالسؤال بيفش خلقه بالخبرية انا صحفية ويجباتي اسأل كل الاسئلة واذا ما بسألك الاسئلة واذا انا بعمل سانسورشب على انو يير هالف معقول يزعل من هيدا السؤال ما لازم اسأله يعني سوريا بتعتبر انا اللي عم يطلع عندك عم يطلع على الهواء مش شي عم بحكيه بيني وبين رالف لك اللي عم يطلع على الهواء هو صورة متجردة من شخص عم بده يلعب دوره كصحافة اذا بيرجع الزمن فيك بترجع تسأل نفس السؤال وحتى لو بده ترجع تصير نفس الحملة ما حدا بالبلد مين ما كان يكون ما حدا بيحقله يقيمك إلك إذا انت عميل ولا مش عميل بعدين ما حدا بيجي بحقله يقول لصحافة انت فيك تسأل هيدا السؤال وما فيك تسأل هيدا السؤال اليوم روح عند المسيحية روح عند السنة روح عند الشيعة بتلاقي فيه عالم بتحب النظام السوري وفيه عالم بتعتبره لنظام السوري عدولة إلا فيه عالم تعتبر نظام السوري شنع بلبنان فيه عالم تعتبر نظام السوري مسؤول عن جرائم صارت بلبنان هيدا واقع أنا واش بيتي اسأل السؤال يلي بيرضيك ويلي ما بيرضيك ومش شغلتك انت تجي تعلمني شو بده اسأله شو ما بده اسأله اشتدت بقري انت وشغلتك تجي تقلي شو ما دي جاوب ما دي جاوب بالفترة الأخيرة كتير طرح موضوع السلام مع اسرائيل اليوم انت بتأيدي فكرة السلام لك ما في شي بدني ما انه مشروط اليوم فيه شعب هو الشعب الفلسطيني يلي بيحقله مثله مثل غيره يكون عنده دولته ويحكم حاله وتكون معروفة حدودها وعنده سيادتها دوك انا مع المبادرة السلام العربية يلي اجت قالت انه اذا بدكن سلام بدكن تعطو الشعب يلي هو بالأساس على هيدا الأرض بدكن تعطو حقوق ولكن في كتير ناس بتعتبر انه القضية الفلسطينية هي منة بحل الدولتان هي انه الفلسطينيين يسترشعوا كل أرض وهو بناءا هذا الشي بتصير اللعبة السياسية وكل شيء اللي عم بيصير بالمنطقة حوالينا رح يقدروا الفلسطينيين يسترجعوا أرضهم ولا الأنسب هو حل الدولتان لك في واقع في واقع موجود وانتوني بلينكن مبارح كان عم بيقوله انه عندك هلقدة عدد فلسطينيين موجودين ما فيك تكبهم بالبحر وهو لأصحاب الأرض وصار فيه من بعد ما بنية الدولة اليهودية صار فيه استقديم لشعوب من مختلف الدول للأشخاص المؤيدين للصهيونية استقدموا إلى هذه الأرض وبنيوا دولتهم اليوم إذا أنت قادر ترد ترد كل الأرض للفلسطينيين جوه هذا ندويت بس اليوم إذا أنت منك قادر بدك بدك توصل للشيء اللي المستطاع بدك تطلب اللي قادر تحققه اليوم كل الصراع هلأ على موضوع حل الدولتين يلي بعده لحد هيدا اللحظة في فترات قربنا كتير على هيدا الموضوع وفي فترات بالأشهر الماضية عم بحكي وفي فترات عم نرجع نبعد عن هيدا الموضوع عم نبعد عم بحكي بالضغوط السياسية العالمية يلي عم بتصير ف كمان فرنسا تدخلت من أسبوعين بطرح وقف الحرب بين لبنان وإسرائيل إسرائيل بدارت الموافقة بس بعد ما صار هيدا الحل ليش برأيك حسب من يلي عم نسمع وإحنا يلي عم نتابع أنه مربوط بوضع الحرب بغزة هيدا اللي عم نسمع يعني حزب الله ما بدون يوقفوا هيدا الحرب بناءا على شو بيصير بحل الدولتين بناءا على شو اللي بيصير بالاشتباك بالحرب يلي صايرة بغزة حاليا أتليست هيدا اللي عم نفهم يعني اليوم لبنان بيحرب بسبب غزة فقط لا غير هي بدأت الاشتباك حزب الله طلع بكل وضوح طلع قال أنه نحن نساند المقاومة في غزة هيدا شي برأيك منطق بزواريب أن أعطي جوابك صحفية أجان أنت مستضيفني اليوم كصحفية مش كراني مش كراني منطق أو لا في عندك طرفين بلبنان عندك طرف اللي بيقلك منطق وعندك طرف اللي بيقلك مش منطق هو منطق أو لا ما بتقدر كمية جاوب على هالسؤال ماش ما بقدر أنا ما بدي جاوب ديش في فرق ديش في فرق لأنه أنا أجان هل أذب تخاف تعطي رأيك؟ مش بخاف تعطي رأيك بشي هيك يعني عادي في فرق بين أنك تخاف تعطي رأيك في فرق بين أنك تختار ما تعطي رأيك أنا مختارة ما تعطي رأيك لأنه نهار اللي تطبع برأي معين بيصير كال ما تطلع تقول كلمة إيه ما هي قالت هيك لأنه قبل آيلي هيك ولأنه عرفت ما خلص ما أنه ما مجتمعنا ومنعرفه يعني منكسب على حالنا فهيها بس أنه أنا طلعت وحوار يعني دايماً بكون كيف أنت عتتعمل هلأ محام الشيطان أنت مع السلام يعني بمطرح معين أنت مع وجود السلام إذا بيكون في حال دولتين ولا كذا 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 ما هي أنت ما تقول لا إلهة كفية كلها أنا عمقول أنا مع مبادرة السلام العربية It's different مش أنا مع السلام يلا تعو تعو نعمل سلم نحنا وخليكن هدرين حقوق شعب بأمه وأبو وعم بتجزروا بشعب بأمه وأبو بين الأضايا يعني كمان لبنان عم بعيشها في هالفترة هذا الشيء الموضوع يمكن الوحيد اللي رح تقدر تعطي رأيك فيه لأنه ما عم تعطي رأيك هي العصابة اللي اكتشفت بلبنان من خلق من أسبوعين تقريبا لوجود ثلاثين شخص كانوا عم يخطص بو ناس قاصرين شو رأيك بالموضوع رأيك أنه هو رأيك بديهي يعني بعرفه بس أنه لا رأيك يعني معني أنا حدا يدعو إلى لا عنف وإلى ما هنالك يعني وشفت التويت تابعي يعني وأنه بديك هون يتحاسبوا بالشيء البطيء رغم أنه حقوق الإنسان هون لازم نبعد عنه لقرح خبرك خبرية يعني أنا من العالم اللي هلأ اللي بعمل بعمل صراع على سنين لإلغاء عقوبة الأعدام بس تحديدا بهيد النقطة وتحديدا بحدا عم يعتدي على قاصر عم يعتدي على طفل عم يغتصب يعني أنا دي جا كنت كتير أكستريم بنظرت لهيد الأمور ومن بعد ما صرت قم صرت أكستريم أكتر يعني خلاص بعصب بيني وبين حالي يعني إلي كم يوم من وقت اللي انكشفت هيدا هيدا الموضوع وعم تابع ودأدق واسأل واخد تفاصيل يعني في شي مننا عم يطلع الهوى في شي يعني بانتظار أنه تنتهي التحقيقات في لا أنا مش مع الاعدام لهؤل الأشخاص لأنه الاعدام بريحهم أنا مع أنه يتعذبوا من هلأ لآخر يوم بحياتهم يتعذبوا بأبشع وسائل التعذيب لأنه ما بيستاهلوا أقل من هيك بتهمي الأهل ما بيستاهلوا إنك تعتبرهم بشري قدامك واحد رايح مخدر ولده مختصبه يعني مش هالأمراض هاي وحتى العالم اللي بتجي بتبرر أنه روحوا شوفوا الباكجراند تبعهم وشوفوا هني لشو تعرضوا لا ما رح برر أبدا لا هلا يمكن واحد كمان لازم يشوف شو الباكجراند بس مش تاي سامحهم كرمات يفهم كيف يتعامل معهم يمكن بمطرح معين إنه إذا عم بعزبون وتعذيب وكل شي يكون في إصلاح من تاني ما لأنه ما بتعرف المجرم يلي ركب عصاب لبنان مع الوصايت يلي بتصير لأنه حتى في أحد الملقوتين طرع فيت على الحبس أكتر من مرة وبجرائم وبجرائم اختصار وظاهر يعني أنت تعرف هون الواسطة كمان وتقدر يتجرق يعمل عصابة يعني هو محمي من طرف معين وظاهر أكتر من مرة يعني زنم تعود على هيدا الشي وبيد خروجه ما كان عم بيصير فيه إصلاح ما بتعتبر أنه كمان الإصلاح مطلوب السجون في لبنان منا سجون إصلاحية يعني مش عم نحكي شي مش عم نحترق يعني يعني لا أبدا منا سجون إصلاحية بس بس صراحة عن جد يعني بعرف أنه لازم واحد ياخد مع الأمور وأكيد نهار اللي بيكون عندي أنا موضوع اشتغله على هيد القضية أكيد بيكون إخدت تبع المهنية الصحفية وبحط الأمور كما يجب مش مش برأيك الشخصة مش برأيك الشخصة بس صراحة يلي جاية ومركب عصابة وقاعد يلقوط ونطلقوط للولاد طفالة سوري لا ما بدي روح فتش بالباكراوند طبعا بعتذر يمكن للمرة الأولى بقول أنه حتى أنا بيني وبين حالي بقول أنه هيدا الإنسان ما بدي أفهم شو كانت ظروفا بتلومي الأهل ليك سهل كتير نقول بلوم الأهل أنا ما بعرف الولاد يلي وقعوا ضحايا شو وضع مع أهلهم شو وضع متابعة أهلهم لأهلهم كمان إذا بدي كون حقاوية لازم تشوف هذا الموضوع بس هيك مباري إحنا أنه كنا يعني كنا بالحديث يعني كما في ولد خبر أهلهم أهلهم ضربو للولد يعني يعني واحد هون بده يفوت كيس باي كيس بس يعني أكيد في أهل قد يكونون مهملين وهون بتلوم الأهل إذا هني بيعرفوا كيف يتصرفوا وكانوا مهملين في أهل بس كمان ما بيعرفوا شو يعملوا في أهل يمكن ما عرفوا في أهل ما عرفوا يمكن عم أدير بس اليوم بالستوري والطريقة اللي صارت وأنه يبعثوا سيارة لعند بيت الولد وياخدوا للولد من بيته تيجيبوه على حفلة خاصة يعني في أهمال كتير كبير من أهل الضحية لأنه كيف بيعطين أولادهم مع مين بيعطين أولادهم شو عرفهم وما تقولي كمان أنه اليوم الأهل بيظل الأزمة الاقتصادية اللي نحنا عم نقطع فيها مش مبسوطين من حال التيك توك والمردود المادي يلي عم يجي من تيك توك وصاروا أنه يعني يعني للأسف أنا صراحة مثلا ما كنت تسامع بفيه للشخص يلي رئيس العصابة إذا بدك ولكن اليوم في عنده ستمائة ألف متابع يعني أول شي في عندنا مجتمع سخيف بناحية كتير كبيرة ومن ناحية تانية في شي يعني كمان مش مظبوط أنه اليوم هيدا اللي عم بيتابعوه وكيف الأهل بيقدروا يبعثوا أولادهم وين مكان ومع مين مكان كمان أنا سؤالة بمطرح تاني أنه هيدا الملف هلأ انكشف بس قدق له هل كان معروف شي منه قبل كان في كتير قضايا عن تتقدم هل هل في قضايا تقدم تقبل هل في ناس أجي تتدعد هل إذا ما في ناس أجي تتدعد وكان في شبهة معينة هل هيدا شبهة صار في تحرك عليا أو ما صار في تحرك عليا عندي كتير أسئلة كتير 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 أسئلة وبس تتوضح هيدا الأسئلة وتنعرف الأجوبة عليها بشكل واضح بعتقد ما لازم ينسكت عن ولا عن ولا أي شخص يعني حتى اليوم وكمان يعني السؤال إنه إذا إلا هل قد وقت عم بتصير هل ما عقول إنه بكل هيدا الفترة ما حدا استرجى خبر طب ليه هلأ طب عندي مليون السؤال عم يبرموا براسة بس كلهم يعني إذا هولي أسئلة ووظيفتنا نحن كصحفية أنت وأنا وكل الصحفيين إنه نوصل للحقيقة بهيدا الموضوع بس ريجارد لس اليوم عن جد العين على القضاء كيف رح يتصرف القضاء يلي كمان بمطرح معين وترفع تحقيقات اليوم القضاء هو اللي بدو يصدر أحكام بمطرح معين القضاء وقتا كمان كان مأضرب وقتا أنت تجي تتصلي على المية واثناش وتبلغي مثلا عن وجود نساء أو متحولين عم يقفوا بالشوارع تيشتغلوا دعارة بيقولولك القضاء مأضرب نحن ما فينا نجي ناخد فيهم إجراء وما أصلا ما فيه مطارح بالسجون يعني كمان فيه دوامة شوي كمان مانا مظبوطة يعني لا الكوى الأمنية اللي جدي تشتغل بالظروف اقتصادية صعبة هن ومعاشاتهم يلي عم يقبضوا ويمكن أوقات وصلوا لمطرح بنزين ما عندهم يعبوا للسيارات خلينا كمان ما نشمل بهذا الموضوع لأنه فعلا فيه بس هيدا تجربة أو حديث أنا سمعته أو كنت شاهدة عليه بشي شفته أنه كان الجواب صادم على التليفون لكن مما لا شك فيه أنه فيه مطارح وادا مش كمان أجل مش عام نخبر الناس سر ولا شي جديد وأكيد عملت كثير تقارير عن هذه المواضيع أكيد فيه مجموعات وأفراد وعناصر بالقوى الأمنية متراخين بس كمان فيه بالمقابل المجموعات عم تشتغل مثل خليط النحل كمان to be fair for both sides يعني فيه عالم ما قلع جديد من أساسها حتى أيام اللي كانت المعيشات المليحة ما قلع جديد تشتغل فيه عالم بيضد المعيشات المبتسوى بعدها مكملة شغل ومكملة شغل على perfection مش بشكل عادي بس أجان يعني هون عم نجح نشطح على موضوع على موضوع جانبي يلي أنا اليوم عن جد أساس لإلي ومع زميلتي لارا الهيشم وقت كانت عم تحكي عن قضاء الأحداث كيف عم يتعاطى مع الملف شو القرارات يلي عم بيطلعها تباعا كان تعليق وبيضل تعليق نفس الشي اليوم العين على القضاء كيف رح يتصرف وأكيد القوى الأمنية ويش بيطة تكمل تحيقات لأنه كمان بدي أرجع أفهم أنا كيف كيف وصل الملف عند القوى الأمنية قديش يقل عند القوى الأمنية هل تحركت دغري هل أخدت وقت يعني اليوم مكتب جرائم المعلوماتية كمان مطالب أنه يعطينا هيدا الإيجابات على هيدا الموضوع ما بعرف من هلأ لوقتها يعني شو بيكون بس تعتبر الأعلام مؤثر يعني هلأ عم بتحكيلي عن زميلتك اللي عم بتتابع ملف وكل هالأصص شدنا كتير ملفات تابعة الأعلام وبينسيها يعني أو بيفقد التركيز عنا يعني سنة الماضية كمان فيه جد اختصب طفلة وتابعة على الموضوع وين صار الملف حدا بيعرف ما حدا بيعرف الأعلام غيب عنه استعملوا لفترة تابعة الموضوع واختفى اليوم قضية مرفق بيروت وانفجار مرفق بيروت وينها من نشرات الأخبار أو وينها من الأعلام كمان قضية عم تنتسع مع الزمن أو فيه رغبة بأنه ينسوا العالم لكن لا مثلا إذا بدي أحكي على ورح أرجع جايوبك على الأساس من سؤالك بقضية مرفق بيروت هلأ يعني دايما أي تحركات عم تصير بهذا الموضوع في مطابعة الألة بس إذا بدي أرجع على موضوع أنه الأعلام بيتذكر قضية بيرجع 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 وهذا شي دايما كمان بنسمعه فيه كتير أمور عم تصير على الأرض فيه موضوع بيكون هو حديث الساعة فبيكون فيه ما تركاج عليه لأنه كل يوم فيه وشي جديد لحد ما يوصل للقضاء ويصير فيه المحاكمات ويالي المحاكمات عم تاخد وقت ويرجع يطلع على الحكم مثلا فيه كتير قضايا بس لو فيه ضغط أعلامي أنت بتعرفي يعني يعني يا ما الأعلام عمل ضغط على أشخاص وعلى قضايا هي بتهمه كمؤسسات وأوقات آخر همه أنه بيعتبر أنه خلص خلصت يعني لأ بس يعني بس تقل لك نقطة أنه اليوم فيه آلاف وآلاف القضايا اللي تفتح كل يوم إذا بدك تعمل يعني ما فيك أنت بكل نشرة أخبار ترجعت تجي تحكي عن كل قضية من هول القضايا بتحكي عنه وقت يكون فيهون شي جديد يعني بس فيك كمان تحكي عنه أنه شو الجديد وين الجديد وين القضاء يعني ما عم يقدر ياخد حكم يعني كمان هون دور الأعنام ليه ما بديك تعتبرين بلا يعني هي بس تكفيلك هيدا الجملة مثلا بي قضايا العنف ضد ضد النساء كان بس تكون صاير أي أي جريمة بحق المرأة أكيد على أكتر من يوم وهي عم تتكشف خيوط هيدا الجريمة يكون عم ينعمل روبرتاجات عليها بس كمان من بعد فترة وقت يجي يطلع الحكم واذر كان الحكم منصف أم غير منصف كان عم يجع ينحكى عن هيدا الموضوع يعني وقت عم بيكون الحكم غير منصف وانحكى أنه فيه وصايد عم يجع ينعمل حملة على هيدا الموضوع للإضاءة على هيدا الخبرية أو إذا كان الحكم منصف كمان كان عم يجع يطلعوا وينحكى أنه اليوم القضاء عمل واجبه بهيدا الملف بس أجل أنت بتعرف من حالك اليوم رعب أنت قادر اليوم بكل بروجرام أو بكل نشرة أخبار تحكي عن كل الأضايا اللي أنت تبعتها عبر سنين أنا ما بوقف حل أما بسأل عن انفجار مرفق أربعة يعني قليل تغيب عن هيدا القضية مثلا لأنه أنا بعتبر أنه هيدا قضية لبنانية حقيقتها مستورة من السياسيين أو كبداية بهي الموضوع وبنفس الوقت لأنه الأعلام غايب بس الأعلام يعني عم بيتابع على هيدا القضية بيتابع بيشوف شو عمله شو عمله بنحكي اليوم ولا ما بنحكي اليوم ليه ما فيه متركاج مثل غير مطارح بس خليني فيه مطارح مثل ما لما يكون فيه سياسة داعم بمطرح معين إذا قطع عصفور حد بيته بنعرف لك لا ينطبق على المؤسسة لا أنا ما عم بحكي أنا عم بحكي عن الإعلام بشكل عام أنا عم بنائش معك الإعلام اليوم ماني عم بحكي عن ولا أي مؤسسة بشكل خاص ولكن أنه عم بقلك أنا بنشوف تركيزها على أساسها وقت تنتسع يعني فيه تكون نسوة مش بتنتسع يعني أنت لأنك ذكرت قضية مرفق بيروت وهي قضية يعني كتير بتعنيلي كشخص وكمواطن بالمطار تعني لكل يعني كل العالم بس أنه أنا عم بحكي باسم حالة بالنهاية لا ما بعتقد أنه أنه انتسيت يعني على مستوينا كمؤسسة إعلامية بس هناك يعني هناك بروسيدجور ماشي يعني بما معناه يعني ما صار شي جديد باستثناء تحركات الأهل يعني عم بيصيروا كل أسبوع يعني إحنا حارسين سوري كل أربعة الشهر يعني إحنا حارسين دايما أنه يكونوا موجودين كتذكير بس بعتقد أنه بكل مفاصل هيدا القضية من وقت ما صار الانفجار إلى اليوم بكل مفاصلة كانت عم تتابع عم يتابعوا الضحايا عم يتابعوا الجرحة عم يتابعوا الأشخاص يلي أصيبوا عم يرجعوا يعملوا ما هيدا كمان طريقة من التذكير مش دايما أنك تكون عم تذكر بالملف القضاء هو تذكير كمان طول ما أنت عم تحكي عن العالم يلي نجرحوا ونقزوا لك رح قللك شغلي أنا حدا من المنادين بالمؤسسات القضاء اللبناني فيه قضاء كانوا عم يكونوا فعلا أحكامهم بمطرحة ومنصفين وفيه قضاء كان أكيد عندي عندي ملاحظات على الأحكام منرجع هون لخبرية فيه حدا يجي يجاوبني اليوم فيك أنت عا تجي تقلي اي بس يلي بتاع تبري أنت منصف يمكن لغيرك يكون غير منصف صح بس أنه أنا عم شوف الأمور هلأ بهذا السؤال عم شوف الأمور من منظورة لقلي فيه قضاء أنصف والمرأة مثلا زي بدي أحكي تحديدا على قصة العنف ضد المرأة فيه قضاء أنصف والمرأة بالأحكام اللي صدرت عنهم فيه قضاء هدر وحقوقها انت هل قد حدا عنده أمل بلبنان هل قد بتاعتي ناس حقها وناس أنه يمكن إيه بتغلط برغم كل هيدا الشي وقتها ولدتي خطرتي تروح تولدي بأمريكا لتأمني باسبور لأبنيك ليش لأنه بمطرح معين أنا ما بعرف بالمستقبل شو رح يصير أنا كفرد عشت بهيدا البلد عشت أيام حلوة كتير وعشت أيام صعبة كتير يعني أنا أنا من اللي قطع عليهم أنا ما عشت الحرب كتير خيرك يا الله الحرب الأهلية عم بحكي دوك عشت أيام حلوة وإيام بشعة يمكن من خوفك على هالإنسان اللي عم تجيبه عالدني ومن شعورك بالمسؤولية يجاه بيخليك تفكر إنه نهار اللي بتخرب الدني بدي يكون عنده ملجأ عنده ملجأ وبدي يكون عنده دولة بيضهره تا ما نكذب على بعضنا نحن بالوضع الحالي بلبنان ما عندك دولة بضهرك فمن هيدا الباب وبعرف هلأ كمان حيطلع لك عالم تقول لك تخونك وكلمة هونالك آخر همي صراحة أنا هممني هالإنسان اللي أنا تسببت بمجيته عالدني شو عم أمن له للمستقبل وبيدي يحلم بدي يقدر يعني بس يحلم إنه ما بعرف أنا أحلامي أكيد رح تكون أصغر بكتير من أحلام ولأنه رح يكون اكسبوزد على الدني وعلى artificial intelligence وعلى كل كل التكنولوجي أكيد رح يكون اكسبوزد أكتر مني مع ناشقته يعني بدي يكون قادر إذا هو حلم بشي تطلع قدامه لأ أنا المطرح اللي فيه ماني قادر حققه فيه يحمل حاله ويروح لوين ما بدأ تاخده الدنيا ويقدر يحققه فيه وبدليل أنه قديش في مغتربين لبنان أصلا خانا يعني لاتس فيس المغتربين اللبناني لبنان آيم ويقف على إجراء thanks to them بس كمان قديش في مغتربين لبنانية ومش بس financially لأنه كمان المغتربين منهم منهم جيجي من يخد مننا دهب كل ما بدنا كل ما دقل كسب الجراء بس قديش في منهم رفعوا اسم بلدهم بإنجازات عملوها بره وضووا على بلدهم لأنه أنجزوا بره وظروف الحياة أخدتهم وفللتهم لبره كل العمر كمان علاقتك جيدة جدا بالسعودية وبين حسب لك حساب يعني حسب ما بعرف أنه بتدقي بتطسي بتطلبي بيتمشي الأمور معك بتتمنى كمان بمطرح معين تحصلي على باسبور سعودة أو يعني يكون عندك بالدولة السعودية أنت ما أكبر بعد لك رح قللك سعودية تبسمت وقت قلتني السؤال لأنه من الدول يلي أضفتلي لمسيرة المهنية كتير أنا سعودية أول مرة كتب رح عليها سنة 2018 بآخر بدسامر 2018 رحت بوقتها على العولة ومن وقتها صارت تكتر روحاتي ومجياتي على السعودية اللي بقدر قوله على صعيد المهنة وعلى صعيد شغلة سواء كان المسؤولين أم الشعب أم الدولة بحد ذات أضفتلي كتير على صعيد المهنة أنا أنا لأنه في كتير تغطيات عملتها بالسعودية عطيت كتير حلو بين الناس وضوت على قصص والحلو أنه أنا عم روح عم بشهد أنا دولة أجان ما كنت زي رتها قبل 2018 عم روح عم بشهد عم شوف التغيير من شهر لشهر دولة بتطور كتير كبير يعني عم نشوف التطور يلي عم تشهده قدية عم بتصير مواكبة أكتر لطموحات الجيل الصغير كدولة it's really interesting يعني مثلا أعطيك مسأل كنيم بس ماشي وابتيني علا بتحبي يكون عندك باسبور صعودة أو تكون مواطنة بدك تسأل بدك تسأل سعودية إذا هي حاب تعطيني باسبور صعودة بدك تسأل سعودية في حب في محب بس مي it's up to them it's not up to me جربت تحصلي ما جربت لا بس أصلا يعني هي recently حتى صار يعني صار أكتر في شروط واضحة لموضوع لموضوع الجنسية السعودية بس عن جد يعني whether جنسية ولا غير جنسية regardless عن هيدا الموضوع بس عندك إقامة صح لا لا بتاخدت فيزا كل مرة فيزا فيزا دعا شفت مرة نشرت إقامة إماراتية إقامة ذهبية بالإماراتية اللي كمان بشكرنا على هيدا الموضوع بس عن جد عطيتني كتير على صعيد المهني وهيك وبس تمطرح هالقد يضف لك على صعيدك المهني بلا ما يكون عارف يعني هيدا المطرح نوعا بيضف لك على صعيدك المهني هيك تليفز هيدا الشعور الحلو ليش اليوم هالقد عالقتك جيدة تعرف شغلي لأنه رحت واشتغلت وكنت عم بتواجه بقمة الاحترام وبكل الدعم وكنت عم بيكتشف قصص جديدة يعني عم ببرم بمناطق اليوم أنا بقدر أقول لحدا صعودي أنه أنا بارمي بدولتك أكتر ما أنت بارم بدولتك على قد ما برمت ورحت وشفت وطبيعة وجبال وخضار وصحرة وجمال وكل شي كل شي كل شي كل الصورة يعني حتى في هيك صار عندي أصحاب سعوديين بقل لهم أنه أنتوا مش رايحين على هالمنطقة بقل لهم يا الله أنا رايحة ومقضية هالقد أيام ومصورة وطالعة ونزلة ومكزرة ووجهت باحترام كبير ووجهت بدعم كبير وبتقدير لشغلة يعني رح أعطيك أحد الأمثلة معالي المستشار تركي قال الشيخ يعني هو شخصية كنتروفيرشل بالنسبة لللبنانيين أنا ألو معنزة خاصة عندي لسبب في مرة عملت روبرتاج كان خصه بإيفنت اسمه Middle Beast أول مرة كان بين عمل وكان كتير لافت هيدا الإيفنت اللي هو عن التكنو ميوزيك وإلى ما هنالك يعني كان كان مشهد كتير لافت بالرياض فأنا عملت روبرتاجة بطبيعة الحال مثل ما بعمل أي روبرتاج تاني يعني روبرتاجاتنا الإخبارية يعني نحنا مش روبرتاجات فنية بتفخم وبتعظم وتعطي بتنقل الصورة كما هي فهو ما بيعرفنا وأكيد مش سامع باسمه ما بيعرف يعني هيدا الفيديو اللي حطه هو الفيديو لمن وإز بلاي إنه الريبورتاج تبع الLBCI حطه عنده على تويتر وملايين لملايين عم يحضروا عم بيفوتوا عم بعلقوا عليه طب أنا بالنسبة لألي هيدا ببوش بشغلي بلا ما يدري هو توصلت معه بحياة المهنية ايه أكيد اه نحنا يعني بلش نوصل لوقت نختم حلقتنا بس قبل ما اختم حلقته كمان سؤال أنت حتى بحفلات اللي بتصير على رأس السنة إن كان تريو نايت أو السنة كمان كانت ليلة السيدات بعتقد كان اسمها نجمات العرب أنت الوحيد اللي بيخلوك تفوتي على الكواليس صح الوحيدة ما بعرف إذا الوحيدة بس بعتقد أنه قدرت بنيت علاقة مهنية قائمة على الشغل المهني و وعلى الصداقة مع الأشخاص اللي خلاص صرت يعني صرت بعرفهم اللي بيشتغلوا بالكواليس وإلى ما هنالك وبفوت ما بزعوش حدا يعني ما بكون عم سبب إزعاجة أو معارق العمل حدا أو إلى ما هنالك يعني بخلاص بقولولي بتعتبر ميكرو اللي بيكون معك هو باسبور لقليك وين ما بتروح أكيد 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 وكمان رانيم يعني قبل ما أختم الملف السعودة في المقابلة اللي صارت بـ MBS مع وليل عهد خبرين شوي عنها شو قصتها هيدا لأنه كمان أخدت أخده رد وصار في جدل حوالي كتير كتير يعني عطيت الـ LBCI كتير إكسبوجر هيدا المقابلة اللي هي كانت 15 16 ثانية 17 ثانية بالعولة كمان بوقتها نعم نحكي بسواني فوقتها أخدت هيدا المقابلة وكان كتير أسئلة من بعدها أنه هي منسقة كانت ولا مش منسقة متفق عليها مش متفق عليها هيدا أمر أكيد رح أقوله يوماً ما مش هقوله هلأ هقوله يوماً ما رابب لي بكون بالرياض أنا بقول 15 16 ثانية مانا منسقة فيك تقول بالذكية لأنه لأنه منسقة كنت أخدت وقت أطول يوماً ما بالرياض بالرياض بديك تكشفه بالرياض بديك لماذا؟ شكريك عم تحضر رشي ما بعرف طيب كتير ناس صارت تعرف أنه أنت حامل بس في كتير ناس بتسأل شو جنس المولود هلأ اليوم صار فيه دارج الجندر ريفيل سألتك إذا رح تعملي قلت لي لا ما بدي أعمله سألتك إذا بتعرف شو معك ما عطيتيني جواب واضح توصلت أنا مع جوزك ربيع عرفت شو جنس المولود ولهيك أنا جبت اليوم معي البانو يلي كل العالم هلأ هم تعمل هيدا إذا بدك الناس الطبيعية هم تعمل فيه ناس عم بتطير طيارة عم بت عم نشوف الصواريخ زهر أزرق أنا أنا ما عملت تعرف حتى على رافي ما عملت أنه خلاص 50-50 chance وبهمني خلقة كاملة يعني فهيدا البانو وهيدا تخبرني اليوم أنت رح تخبرين وبد تحب تعرفة أنا يعني طولت بالي بس كرميلك على أني ما أعرف بس أنه هي ورشي عندي شعور أنت شعبالك لك أنا عند جاد بقول دخيل اسمك يا الله خلقة كاملة ما بضي غير هيك ازا اجا صبي بيكون طلع له خيلة رافي وإزا اجت برنوت بكون اختبرت شعور أني كون أم لبنته صبي يعني اختبرت كتر خيركي ألا بيكون ربيع صار عنده فيها كل العمر تتغنج عليه بما أنه الصبي بيقوله حصة أمه ساحة 100% فعندي شعور صراحة باست على السمتم اللي عندي بس طولت باري على أني ما أعرف كرميل أستاذ رقال فيجي أعمل الحلقة تفضل نشوف أنت وجوزة هلأ جوزة مكيف I can have جاهز بس تخاف وإن فرعك مفرحة 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 وخلاصك بالسلامة تفضلي هلأ فهمنا ربيع مكيف جيته بنوت جيته بنوت ربيع وأنت كنت حاسي يعني هيدا شعوري أنا كنت حاسي بنوت لأنه هيك باست على وها الخبار اللي هي ممكن بيكون شي سخيف بس أنه هيك من أول برغنانسي تبعي اللي ربيع حاسي أنه معي بنت هالمرة مش صبي مبسوطة أنه بنت إيه ليش تحس البنت غير الصبي لك يعني أنه دايماً بسمع أنه ما حدا بفرق نحنا أنا ببيتي نحنا بنت وصبي فماما بتقلي اتنينتكم بالنسبة لها إلي نفس الشي وبحب كن أتبعض حلو أنك تحس هيدا البنو تلبسها فستان وهيك بدي كيها تطلع لأريك البنت ولا لعمتها لأن بيقولوا البنات للعمات تطلع حلوة لعماتها تنينتون ما عندي ما عندي أي مشكل وتطلع شخصيتها قوية همشي علقتي كبير من أبوحام زكي كتير منيح مع أنه في هاي عالم بتفكر أنه علقتي فيها مش منيحة في دوي لا بلا كتير أصحاب لألي وقت كنا هيكي نعمل تيزنج لبعض شو بيحسوا كومبتشم يعني لا أنا معني بمطرحة نفس مع وقت كنا هيكي نعمل تيزنج لبعضنا على السوشيال ميديا في مرة بتجل عندي صحب تقتلي ليكي إجا تسألتني ست عنا بالضيعة قالتلي دخلك عن جدرانين بخزام ومونة بوحامزة ما بيطيقوا بعضون أقول أخبار 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 الضيعة موضوع كتيرها بعودتها بحديث البلد تتمنى تشوفيها ببرنامج آخر كونه حديث البلد استهلك كتير لك أنا بالنسبة لقلي بتمنى لها الشي اللي هي بتحبه هي بتحب حديث البلد وبتلاقي حالة فيه وهي بتقول يعني مرة طلعت بمقابلة وقالت إنه نعرض علي كتير برامج هي تكون عم تقدمهم مش تكون ضمن الجوري أو شي ما لقيت حالة فيه عندنك اعتبرت أنه هيدا الماجازين هي مع أنه هي كانت بدور المشاهير كانت كالجوري بس أصدق أنا كبروغرام هي تقدمهم أقدمهم هي أول شي بنتمنى لك كل التوفيق خلاصك بالسلامة عن جديد وبتمنى أنه ما يكون فيه أي شي زعجك بهيدا الانتربيو وقدرنا نحكي بأبرز الأمور وهلأ رح أغيب على الانتربيو ويتشي مئة سنة وبرج في كتير قصص كان عبالي أسألك عنها بس الوقت أخدنا بدي ودع كل المتابعين على أمل اللقاء الأسبوع وعجب حلقة جديدة مرسي لك رارف أنت صديق وإعلامي موهوب مرسي وأنا بعتز بصدقتك